ابتهاجاً بالعودة الآمنة للتعليم الوجهي في المملكة وبمبادرة من جمعية كاريتاس الأردن قام مدير التربية والتعليم لمدينة مادبة الدكتور جلال الرحامنة يرافق المحامي أكثم حددين نائب رئيس بلدية مادبة الكبرى السابق والسيد جميل حددين ممثل جمعية كاريتاس فرع مادبة ورئيس قسم النشاطات التربوية ومسؤول العمل التطوعي في المديرية بتوزيع حقائب مدرسية تتضمن قرطاصية كاملة وبعدد ألفي حقيبة مدرسية على مجموعة من طلبة مدارس مادبة وقد عبرت طلبة عن شكرهم وتقديرهم لجمعية كاريتاس وللجهات المنفذة لهذه المبادرة الرائعة